سيد ياسين برأيك سرايا السلام دانت عملية القصف الذي كان ضحاياه رجال أمن برأيك الصدر يريد أن يبر ذمته أمام جمهوره؟ يعني سيد مجددان عملية القصف كلنا يدرك حتى يمكن الشخص البسيط يدرك أنه ليس من مصلحة سرايا السلام أو السيد الصدر أن يدخل في هذه الأمور هناك محاولة من جهات معينة للسيطرة العسكرية والأمنية على المنطقة الخضراء لذا فإنه ليس من مصلحة سيد الصدر ولا السرايا السلام ولا المتظاهرين الذين يريدون أن يتظاهروا بسلام سواء اليوم أو يوم واحد عشر مثلا أن يدخلوا في هذه المعمعات أو في هذه الأوراق الخاسرة كما قلت القصف معروف الجهة معروفة والمناطق التي انطلق منها الهاوانات أو القذائف أيضا معروفة الكل يدرك ويعلم جيدا أن سرايا السلام أو التيار الصدري لن يقصف منطقة ويحرج نفسه أمام الشعب يعني هناك عناصر أو أتباع للتيار الصدري كانوا موجودين قريبين جدا من المنطقة الخضراء فلماذا هذا السلام؟ يعني الموضوع مكشوف جدا سيد ويجدان يمكن أن لا نستطيع التصريح بكل شيء في لقاء تلفزيوني لكن اللعبة مكشوفة ومكشوفة جدا بصراحة طيب هل هناك رسائل سياسية من وراء الضربة؟ يعني هل ستقوم حكومة الإطار برأيك باعتقال الصدريين؟ يعني إلى الآن ليس هناك قرار بالمواجهة أنا أتصور أن هناك ضغوط كبيرة من المرجعية من أطراف أخرى يمكن أن تكون ليس من مصلحتها إدخال المكون الشيعي خاصة في مواجهة في الشارع لكن في حال استمرار الانسداد السياسي والأزمة السياسية الموجودة لا سامح الله فكل شيء وارد المواجهة في الشارع واردة والتصادم أو عودة التصادم أيضا واردة ولا نتمنها بصراحة نعم سيد سيد ياسين يعني برأيك هل سيتمكن التيار أيضا أو سوف نشهد تظاهرات عارمة في العراق برمته مع استذكار الثورة التشرين خصوصا يعني أن التيار والحزب الشيوعي والمستقلين دخلوا أيضا على الخط يعني هو ليس سيد وجهة بعد رفض محكمة الاتحادية طعن إعادة أنواب المستقلين أكيد ليس هناك أمام السيد الصدر والتيار الصدري سوى الشارع ليس لديه سوى التنسيق مع التشرينين أو بقية القوى أو المكونات التي تعادي أو تعترض على المشهد السياسي الموجود في العراق والذي يخطط له الحكومة القادمة لذا فأنا أتصور والكل يدرك أنه ليس أمام التيار الصدري سوى الضغط ليس هناك تنازلات سياسية تقدم من الإطار التنسيقي ليس أمام السيد الصدر أو التيار الصدري إلا اللجوء إلى الشارع والضغط عن طريق الشارع لتنفيذ المطالب والتوجه إلى حل مجلس النواب أو حل البرلمان أو إعادة الانتخابات بالصورة التي أنا شرحتها عدة مرات من هذا البرنامج اشتركوا في القناة